بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنتكلم عن الديليجيت زي ما اتفقنا الديليجيت نسخة من اللايف مع اختلاف بسيط وهو اختلاف الـ Child Selector الديليجيت يا جماعة نفس اللي احنا عاملينه في اللايف ده مش نغير فيه حاجة بس هنحط حاجة واحدة بسيطة مهمة زي ما اتفقنا الديليجيت برضو مش هننشتغل بيها نشتغل بالـ Own وجميع الامثلة اللي احنا عملناها في الـ Bind تقدر تعملها في الديليجيت جميع الامثلة معادل Event Map نفس اللي انت عاملته تقدر تعملها بالديليجيت نفس اللي انت عملته اللي هي المالتي إيفنت اللي هي بافصل بينه بمسافة تقدر تعمله في الديليجيت كل حاجة، الديليجيت الفرق بينها وبين البيين برضو ان هي بتعمل الايفنت للعنصر والعنصر المستقبلي اللي انت هتكريته بالجيكو يريك يعني العنصر كمان الجديد اللي انت تعمله في المستقبل هيتطبق عليه الموضوع ده بالديليجيت طيب ندخل في الدرس مباشرة ونشوف هنعمل ايه اول عنصر عندنا اللي هو النورمال اللي هو قدامكو ده نودوس عليه بيختفي عشان احنا عاملينه زي ما اتفقنا باللايف هعمل بدل لايف ديليجيت وهنشوف ندوس عليه طبعا مش هيختفي ليه مش هيختفي علشان بتطلب الديليجيت هنا في الحتة دي ايه هو الديلي vegetables بتطلب الديليجية من الدف الذي ينتفيه ده يعني نورمال ده عايز يطبق انت عليه الprove 요 Blood على العنصر ابني ليه مش هو مانفعش انا طبق عليه هو طبان انا ما عنديش يعني ما عنديش للعنصر ده اب مثلا فوجد طبعا هنا ممكن يقول له Body او document. تعال نشوف. دوست عليه اختفى. ايه اللي حصل هنا مختلف عن اللايف. اللي حصل هنا ان انا بدل ما بحط ال event click وال function بحط في الاول ال child selector. بقى نيجي هنا اللي هي الخاصة بالdelegate. واحط قبل ال event child selector. يبقى انا بحط تشاهد الخاص بالعنصر ده. وال event وال data وال function. طيب حلو جدا. نعجي هنا. ونشوف المثال اللي بعده. ده براجراف بيتكاريت عن طريق الزرار. طب لو دست عليه. هكتب delegate الاول. لو دست عليه الزرار. هل هيحصل حاجة? مش هيحصل حاجة. ليه? لانه عايز اللي child. طب البوتن ده ملوش child. بسيطة. هكتب body. هاجي هنا. بوتن. هدوس عليه. عملي البراغراف. اهو. طيب حلو. ال up ده جماعة ممكن يكون اي حاجة. يعني تعالي نشوف تاني. اتش تيميل. بودي. دوكيومنت. مثلا. زي من شايفين. ال up ده ممكن يكون اي حاجة. مش لازم ان هو يكون البودي. البودي ال اتش تيميل الدوكيومنت. كل ده ال up بتاع البوتن. طيب. معنى كده ان الاختلاف بين اللايف والديليجيت ان انا بحط حنصل ال child في الاول. اللي هو selector الخاص بالطفل اللي انت هتعمل عليه ال event دي. طيب. حين زي ما اتفقنا. هغير برضو ديليجيت. وهقول له. عملت انا باراجراف اهو بالزرار. وعملي باراجراف جديد. هدوس عليه. بالديليجيت مختفاش. ليه مختفاش طيب. اتفقنا خلاص بقى. ال b ديليجيت. مش هينفع. لازم ال child selector. حاجة من حاجة. حاجة من ال up بتاع البيئة اهو. وهنا هقول له body. يبقى قلت له ال باراجراف اللي هو جوه طفل من ال body. اهو ما دوس عليك لك اخفي. طيب. ريلود. عملت ال باراجراف دوست عليه اختفى. عملت ال باراجراف دوست عليه اختفى. عملت تلاتة دوست عليهم اختفى. الشكل اللي ان شايفينه ده. طيب. اوكي. كده عارفنا الدليجيت. عارفنا دليجيت. طيب. نيجي هنا. live. هقول له. نفس الموضوع. هدوس على ال span مش هعمل لي حاجة. ليه مش هعمل لي حاجة? خلاص يا جماعة اتفقنا. مش هعمل لي حاجة عشان هو عايز الطفل اللي جوه. طب ما انا اصلا هنا عندي هو اصلا طفل اصلا. اهو. يبقى قلت له input file. سبان. ما دوس عليها تعمل لي الكلام ده كله. اهو. دوست عليها عملتلي فعلا. اهو. مظبوط. كل ما دوس عليها تعمل لي عنصر. اهو. كل واحدة جديدة دوس عليها تعمل لي عنصر. زيها? زي. بالزبط. اللايف. اللايف والديليجيت. اهو يا جماعة فيش فرق بينهم مساهلين جدا. بس الفرق ان انا في الديليجيت. بحط العنصر زي ما هون شايفينه اللي هو ده اللي انا زودته عن اللايف. كده عرفنا الباين. وعرفنا اللايف. وعرفنا التلاتة. هندخل في الدرس الجاي. وهي اللي هنشتغل بيها. وهي اللي هتجمع لك كل الكلام ده كله. في واحدة بس. وهي المهمة. وهي المختصرة. وهي جميلة جدا جدا. واللي فيها شغل حلو جدا. وكل اللي انت كنت بتعمله قبل كده. هتعمله في الان. هتكاريت العناصر المستقبلية. هتشتغل. هتعمل جميع الفانكشن هتشتغل. هنشرحها في التفصيل في الان عشان ما اطولش عليكو. هاشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي. ويا رب الدرس ده ما يكونش معقد. وخلوا بالكو كل ده. مش هنشتغل بيه. بس. يهمني. تعرفوا. الخواص بتاعته بتعمل ايه? لان انتوا هتشتغلوا بيها بس بايفينت تانية. هشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله. شكرا.